موسيقى موجز ليهم الأنباء أهلا بكم أدى لف سودانين صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان زعيم حزب الأمة صادق المهدي حيث تم دفنه داخل قبة المهدي في حوش الخليفة بأم دورمان وكان جثمان زعيم الأنصار الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قد وصل صباح اليوم مطار الخطوم قادما من أبوظبي حيث قيمت له جنازة رسمية بمشاركة قيادات في الدولة قال القيادي بحركة الإصلاح الآن حسى رزقنا الإسلاميين قوة لا يمكن الاستهان بها جاء كلام رزق خلال حوار له مع صحيفة الانتباهة حيث هدد في حال سمرة الأحزاب الحاكمة في طريقة تعاملها معهم فإنهم لن يصمتوا على تلك الأحزاب وعلى تلك الأحزاب أن يتوقعون أي شيء اتهم عضو لجنة زالة التمكين وجد صالح رئيس اللجنة الفريق ياسر العطى وآخرين في الحكومة بالعمل على إيقاف عمل اللجنة من داخل مؤسسات الدولة وقال صالح في حوار أجرته معه صحيفة اليوم التالي إن موقف العطى لا يمكن النظر إليه بعيدا عن مواقف كثيرين من الحكومة يعملون على إيقاف عمل اللجنة داخل مؤسسات الحكومة أفادت مصادر صحفية أنه جرى اتفاق بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي يتكون من واحد وعشرين عضوا وجرى توزيع مقاعد مجلس الشركاء بواقع عشرة أعضاء لقوى الحرية والتغيير وعشرة أعضاء تناصف بين المكون العسكري وتنظيمات الجبهة الثورية إضافة إلى رئيس الوزراء أشرت المصادر إلى أن الاتفاق جرى على تشكيل سكرتاريا للمجلس من ثمانية أعضاء أربعة منهم للحرية والتغيير وإثنين لتنظيمات الجبهة الثورية وإثنين للمكون العسكري في مجلس السيادة نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة